فيها حقيقة التداخل التاريخي بين العرب والعثماني منذ نشأة الدولة العثمانية ومحطات متفرقة معنا اليوم في السوديو الأستاذ عامر خطاب الباحث في التربية الإسلامية تحياتي لك أستاذ كريم أهلا وسهلا الله يعافيك ويبارك فيك حياكم الله أستاذ يعني إذا أردنا أن نرسم خارطة تاريخية ونقول ما هي أبرز ملامح التداخل التاريخي بين العرب والعثمانيين مرحبا بكم أستاذ بلال وجميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات الحقيقة دعنا نوضح أمر مهم جدا وهو أن الكثير من الشباب اليوم يظنون أن العلاقة بين العرب والأتراك بدأت بدخول العثمانيين إلى الوطن العربي ابتداء بسوريا والحقيقة أن هذا خطأ واختصار لمراحل كبيرة من التاريخ لأن الأتراك دخلوا إلى بلاد العرب والوطن العربي قبل العثمانيين بخمسمائة عام قبل العثمانيين؟ بخمسمائة عام يعني بدأ دخول الأتراك إلى البلاد العربية في 1055 ميلادي وهو 447 هجر عندما طلب الخليفة العباسي القائم بأمر الله طلب من طغر البيك وهو المؤسس لدولة السلاجقة طلب منه أن يتدخل من أجل حماية الخلافة من البويهيين وهنا بدأت مرحلة جديدة هذه المرحلة الجديدة كانت دخول العنصر التركي إلى الدولة وبدأ يقوم بإدارة الدولة يعني طغر البيك دخل لحماية الخليفة وأصبحت الخلافة العباسية في حماية السلاجقة بعده كانت هناك معركة فاصلة في التاريخ وهي التي قادها ألب أرسلان وهو أبن طغر البيك كانت في 1070 ميلادي في الأناضول وهي التي حددت هوية الأناضول وأصبح الأناضول بلاد إسلامية ثم بعد ألب أرسلان جاء ابنه ملك شاه وهو الذي ضم كل البلاد العربية الشام ومصر وضم بلاد الحجاز وكان الوزير الأول في الخلافة العباسية هو نظام الملك الذي أسس المدارس النظامية التي خرجت أكبر العلماء من أبو حامد الغزالي وأبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي إلى غيرهم من الذين جاءوا بعدهم إذن موضوع وجود الأتراك في البلاد العربية البعض يركز على الفترة العثمانية بسبب الاحتكاك الآن مع الأتراك لكن الحقيقة أنه كان من أيام السلاجقة بعد موت ملك شاه تفرق السلاجقة إلى إمارات وأصبح سلاجقة الروم في الأناضول وأصبحت الإمارات في البلاد العربية هنا ظهرت أيضا دولة هي أيضا دولة تركية وهي الدولة الزنكية عماد الدين الزنكي أيضا هم من الأتراك وهم امتداد لمن قبلهم وبعد الدولة الزنكية كان أيضا الأيوبية هي أيضا امتداد يعني خمسمائة عام ثم بعد ذلك جاء المماليك الذين استمروا بالحكم إلى أن دخل العثمانيون هؤلاء في أغلبهم السلاجقة هم أتراك من نفس القبيلة التي كان منها العثمانيون يعني العثمانيون هم من قبيلة الأغوز والسلاجقة من نفس القبيلة لكن جاءوا قبلهم كانوا هنا من قبيلة الأغوز كانوا في بلاد الأناظر ثم جاء الأتراك العثمانيون جاءوا من شرق آسيا بسبب موجة الهجرة التي حصلت أمام المغول والتتار ووصلوا إلى الأناظر فعندما كانت تتشكل الإمارة العثمانية التي تحولت إلى دولة في الأناظر كانت البلاد العربية أصلا تحكم من قبل الأتراك كانت البلاد العربية تحكم من السلاجقة وبعد السلاجقة الزنكيين وبعد الزنكيين كان الأيوبيون وبعدهم كانت المماليك فالمماليك الذين استمروا من 1250 إلى 1517 هم أيضا من الأتراك هم قسمان يعني قسم منهم من الأتراك أذربيجان وهم يقال لهم يعني المماليك البحرية دولة المماليك البحرية وبعدهم المماليك البرجية كانوا من الجراكزة لكن هم أعاجم يعني كلهم يعني من الأعاجم يعني نستطيع أن نقول بأن هناك امتداد تاريخي تفاعل تركي عربي قبل نشوء الدولة العثمانية قبلها بخمسمائة عام هذا بالنسبة للتدخل كحكم أما بالنسبة كاحتكاك وإسلام فهو كان من القرن الهجري الأول لأن القبائل التركية دخلت في الإسلام في الفتوحات الإسلامية الأولى التي كانت في شرق آسيا في زمن عمر بن عبد العزيز وقبل عمر بن عبد العزيز يعني في هذه المرحلة بدأ الاحتكاك مع الأتراك ودخولهم في الإسلام وعندما جاءوا إلى هذه البلاد هم جاءوا إلى بلاد مسلمة واستقروا بجوار المسلمين طيب جميل الآن ظهرت الدولة العثمانية بشكلها منذ نشأتها بمؤسس الأول وأصبحت حاكمة بعد ذلك تطورت واحتوت أكبر رقعة جغرافية في العالم هنا هل تغير هؤلاء يعني هل العثمانيين السلاطين وعثمانيين اللي حكموا خلال خلاف العثمانيين هم امتداد للسلاجق وامتداد للممالك أم فئة أخرى يعني العثمانيون دخلوا إلى الأناضول بجوار السلاجقة وقاتلوا معهم لأن السلاجقة كانوا يخوضون معارك فاصلة مع البيزنطيين وكانوا يقاتلون معهم وأخذوا قطعة من الأرض في الأناضول وبدأت تتوسع إلى أن شكلوا دولة الناحية المهمة التي ينبغي أن نركز عليها هي أن نشوء العثمانيين كدولة كان مترافق مع زوال السلاجقة يعني عندما زال السلاجقة وانتهت دولتهم كان العثمانيون قد برزوا كقوة ووقفوا في وجه البيزنطيين واستمروا في القتال مع الروم دون أن يدخلوا إلى البلاد العربية وهذا مهم جدا أنا أريد أن أشير إلى ناحية مهمة هي أنه بعد سقوط الخليفة العباسي في بغداد قام المماليك باستقدام الخليفة العباسي إلى مصر وبالتالي انتقل مقر الخلافة من بغداد إلى مصر وأصبحت الظاهر ببرز هو الذي أتى بالخليفة وأصبح مقر الخلافة في مصر وكانت الخلافة تعني للعالم الإسلامي هي وحدة الكلمة والارتباط بها الارتباط للديني والارتباط لذلك العثمانيون قبل أن يدخلوا إلى الوطن العربي كانوا يعتبرون أنفسهم هم حماة للخلافة وكانوا يعتبرون أنفسهم حماة للبلاد العربية ويعتبرون أنفسهم تابعين أو ليس بمعنى تابعين إداريا وإنما ولاءهم كان للخلافة العباسية طيب ما هو الدليل على أن الولاء للخلافة العباسية الدليل هو أن السلطان محمد الفاتح عندما افتتح القسطنطينية أرسل بكتاب إلى القاهرة يخبرهم بنبأ الفتح وقيمة الاحتفالات ثلاثة أيام في القاهرة بهذا النبأ فهو أرسل إلى مقر الخلافة يخبرهم بالفتح يعني محمد الفاتح في تلك اللحظة ما كان يعتبر هو الخليفة؟ هنا ينبغي أن نفرق بين أمرين أن الخلفاء التسعة الأوائل لم يتدخلوا في البلاد العربية وإنما كانوا ولاؤهم للخلافة العباسية وكانوا يعتبرون تخوم الإمارات المستقلة عن الدولة إداريا وكان دورهم الأكبر هو حماية الدولة ولذلك نجد في هذه المرحلة أن الحملات الصليبية توقفت عن العالم العربي والسبب هو أنهم انشغلوا بقتال العثمانيين في الأناضول إلى عام 1517 يعني من عام 1250 عندما بدأت تتشكل الدولة العثمانية إلى الخليفة التاسع لم تتدخل في البلاد العربية هنا عندما بدأ الأمراء المماليك في سوريا وفي مصر يعني ينشغلون بأهوائهم وشهواتهم وبدأوا لا يبالون بالدولة ولا يبالون بها هنا طلب الوجهاء والعلماء والمشايخ في سوريا من السلطان سليم الأول أن يتدخل هم أرسلوا له وطلبوا منه أن يأتي ولذلك السلطان سليم الأول عندما جاء في معركة مرج دابق مع المماليك وهذه المعركة كان قنصه الغوري هو الذي يقود المماليك كان جزء من الجيش قد رتب الأمور مع السلطان سليم ولذلك مباشرة تم النصر للسلطان سليم ولم يغير بآلية الحكم السلطان سليم ترك أحد الأمراء اسمه جامبردي هو الذي تركه على الشام ثم تابع إلى مصر ودخل في معركة مع طمان باي وقضى هناك على المماليك وأصبح السلطان سليم الأول هو أول خليفة يعني أول خليفة يعني أول خليفة ولذلك عندما نتحدث عن أبرز مرحلة للتداخل هو في زمن سلطان سليم الأول باعتباره أصبح خليفة للمسلمين انتقلت الخلافة له وأتى بالخليفة العباسي آخر واحد هو المكتفي بأمر الله أخذه وجاء به إلى القسطنطينية وكرمه وخلاص أصبحت الخلافة أصبحت القسطنطينية إسطنبول هي مقر الخلافة لذلك السلاطين التسعة الأوائل ليسوا خلفاء إنما سلاطين أول خليفة هو السلطان سليم الأول ودخل إلى سوريا في 1517 وهنا بدأ تاريخ جديد في الدولة الوثنانية عندما بدأ هذا التاريخ الجديد ودخل كخليفة وأصبحت بلاد الشام كلها تابعة له أصبح هناك عملية تبادل وهناك لكن يذكر بأنه ذكرت أنت في كتاب لك أستاذ كريم أنه أخ شمس الدين مثلا اللي هو شيخ سلطان أو محمد الفاتح هو نموذج لهذا التداخل حقيقة لهذا حدث كل ياتنا ربما شفنا بعض الأفلام سابقا كرتونية تبجيل السلطان محمد الفاتح لشيخه نريد أن نتحدث عن الشيخ أخ شمس الدين كأحد نماذج هذا التداخل هو قبل الحديث عن أخ شمس الدين وهو قصته شيقة جدا وعجيبة وغريبة أنا أريد أن أشير إلى شيء مهم جدا وهو أن بعض الذين ينتقدون الخلافة العثمانية أو يتكلمون عنها يقولون عندما دخلوا إلى البلاد العربية لا يوجد الآن لهم لا مساجد ولا أثار ولا غير وهذه هنا لا بد أن نشير إلى نحية مهمة هي أن السلاجقة ومن بعدهم الزنكيين ومن بعدهم الأيوبيين بنوا الكثير جدا من المساجد والمدارس ولذلك العثمانيون بنوا على هذا يعني لماذا يبني العثمانيون المساجد وهي أصلا موجودة لماذا يبنون المدارس وهي أصلا موجودة المدارس النظامية التي بناها نظام الملك وهو كان من السلاجقة وكان من العلماء والأدباء وكبار الساسة وهو الذي استطاع أن يدير الدولة وأن يقويها وأيضا في فترة المماليك وغير المماليك انتشرت العلوم بشكل كبير جدا فهذا كله يدل على حسن الإدارة وحسن المعاملة وأن هؤلاء احترموا اللغة العربية والعلماء ونشأ عدد كبير من العلماء إذا أردنا أن ننظر من القرن الخامس من عند أبو حامد الغزالي وأبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي إلى بن حجر العسقلاني ومن بعدهم طبقات من العلماء كتبت الموسوعات العلمية كل العلوم التي عند العرب هي كتبت في هذه الفترة وهذا يدل على أن هذه الدولة احترمت العلماء وقدرت العلماء وفتحت المدارس وفعلا نور الدين زنكي وعيمد الدين زنكي ومن قبلهم بنوا الكثير من المدارس ولذلك فالدولة العثمانية ركزت جهودها في البناء على الأقاليم الجديدة التي كانت تفتتحها يعني بنت في البلقان وبنت في هذه البلاد أوروبا الشرقية وبنت في القرم وبنت في أذربيجان وبنت في الأماكن التي لا يوجد فيها لا مساجد ولا مدارس اتجهت نحو الأماكن بكما أن البلاد العربية أصلا كانت موجودة في هذه من مدارس ومساجد ومراكز التعليم فاتجهت بجهود الدولة العثمانية المناطق التي تفتحت جديد تماما لذلك نرى أن هذا آثار العثمانية ولا نرى وإلا بعض التكيات ربما تكون موجودة نعم موجود التكاية والخانات وبعض هذا موجود وبعض المساجد بالعودة إلى السؤال عن أقشم سدين الحقيقة أقشم سدين قبله خلينا نتكلم عن مثال هو معاصر له أيضا وهو محمد بن حمزة الفناري محمد بن حمزة الفناري الذي كان في زمن بيزيد الصعقة الذي يعتبر السلطان الرابع من السلاطين العثمانيين في العصر الأول من الخلافة أو من الدولة العثمانية كان العلماء يذهبون إلى سوريا ومصر للدراسة فكانوا يرسلون العلماء يدرسون في سوريا ومصر ويرجعون وكان السلطان سليم الأول الذي افتتح البلاد العربية وضمها إلى الدولة العثمانية كان يريد أن يجعل من اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة ولذلك فاللغة العلم في الدولة العثمانية كانت اللغة العربية إلى جانب اللغة العثمانية أما الكتب والدراسات وغيره كانت كلها باللغة العربية لذلك أنت الآن عندما تذهب إلى أدرنا وتدخل إلى البيمرستان التي موجودة هناك وبناها السلطان مراد وترى بعض اللوائح التي عن الطب تجد أنها كتبت باللغة العربية لأن اللغة العربية كانت هي لغة العلم عند الدولة العثمانية وأراد سلطان سليم أن يفرضها لغة رسمية للدولة لكن المستشارين قالوا له هذا سيعقد الإجراءات في الدولة لنترك اللغة العثمانية موجودة واللغة العربية هي لغة العلوم ولذلك فاللغة العربية كانت لغة قوية جدا محمد بن حمز الفناري هو أول شيخ في الدولة العثمانية وقد درس في مصر وعاد إلى الأناظر لكن هو أصل عربي هو أصل تركي نعم هو تركي وذهب إلى البلاد العرب فدرس وعاد ليكون الشيخ الأول للدولة العثمانية حصل موقف بينه وبين بيزيد الصاعقة يدل على مدى تمسك هذه الدولة وهؤلاء السلاطين بالإسلام عندما طلب مرة الخليفة أو السلطان لشهادة نعم في قضية تتعلق بأمر معين فأتى السلطان فرفض محمد بن حمز الفناري شهادته وقال له أنت لا تحضر صلاة الجماعة ولذلك فشهادتك مرفوضة حكى للسلطان للسلطان وخرج السلطان مباشرة وبنى مسجد بجوار قصره وبدأ يصلي به صلاة الجماعة هذا مشهد وموقف يدل على عظمة هذه الدولة جميل جدا أما هذا محمد بن حمز الفناري أما محمد بن حمز أقشم سدين فهو جاء من سوريا جاء من سوريا وهو عربي هو ديمشقي عربي محمد بن حمز أقشم سدين جاء مع والده حمز الشامي في سنة 798 للهجرة جاء من سوريا 798 هجرية جاء من سوريا واستقر في أماسيا لأن المغول والتتار قد اشتاحوا البلاد العربية فجاء من سوريا وتحيز إلى فئة لأنه كان يعلم أن الأناضول هي بلاد مسلمة وفيها خلفاء فجاء ودرس في أماسيا بعد أن درس في أماسيا أصبح معلما للسلطان الفاتح أقشم سدين هو كعالم لماذا هو أنموذج ولماذا كتبت عنه هذه الرسالة لأنه تحققت فيه ثلاثة أشياء قل ما تتحقق في عالم من العلوم الشرعية وهي أنه كان عالما بالعلوم الكونية طبيبا وعالما بالعلوم الشرعية وكان مربيا يعني التربية كان مربيا جميل وبهذه التربية كان له أمثلة ونماذج وأعمال كثيرة جدا عندما أراد مراد الثاني أن يرسل بعثة مع ولده محمد إلى مانيسا لأنه كان يذهب ليتدرب على الحكم في مانيسا فطلب تشكيل هيئة من العلماء ليكونوا ليشرفوا على تربيته فكان على رأسهم أقشم سدين طيب يعني هذه المعلومة أنا آسف الأتراك ليش ما بيعرفون يعني هم يعرفونها هذا شيخ جدد جدد الأمنيات نحن نقولها اسمه أقشم سدين أقشم سدين نعم طيب وما أرد هم العرب لا يعرفون نعم 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 هذه المعلومات أستاذ الكريم وهذا التاريخ والتداخل الموجود ما بين العرب والأتراك لماذا يعني وصلنا لمرحلة الآن أنه لا نحن من كوكب وأنتم ربما من كوكب آخر هذه النماذج يعني عند سلطان محمد الفاتح له رمزية كبيرة هنا طيب لماذا لا يذكر وبشكل ضخ مباشر بأنه شيخ سلطان محمد الفاتح كان من دمشق نعم هو دمشقي ولم يكتفي الأقشم سدين بتربية السلطان محمد الفاتح هو غرس هدف الفتح في فكره ووجدانه وإنما ساهم معه أيضا في الفتح يعني أقشم سدين عندما تم حصار القسطنطينية كان هناك مجموعة من الأمراء في الجيش ومن ضمنهم خليل باشا الذي كان يعتبر الصدر الأعظم حاول أن يفك الحصار عن القسطنطينية لأنهم كانوا في تواصل بينهم وبين البيزنطيين وتجارات ومستفيدون لكن أقشم سدين وقف بقوة وعرض نفسه لخطر شديد جدا وكان حتى فتح القسطنطينية ولذلك لاحظ هذه الكلمة عندما دخل أقشم سدين إلى القسطنطينية وبدأوا يقولون عنه السلطان الفاتح قال لست أنا الفاتح شيخي هو الفاتح هكذا نعم قال شيخي هو الفاتح يقصد عن أقشم سدين ولذلك المصادر التركية تذكر أقشم سدين يقولون الفاتح المعنوي للقسطنطينية الفاتح طب هذه أنا أريد أن أسأل هذه المعلومات لماذا غائبة عند هنا الأطاق؟ هي غائبة يعني أقشم سدين الرسالة التي كتبتها عنه الفكر التربوي عند أقشم سدين وفعلا هو صاحب فكر تربوي لأن المواقف في حياته عجيبة جدا هذا يعتبر أول كتاب باللغة العربية كتب عن أقشم سدين فهناك تغييب لمراحل أو لشخصيات أو كثيرة في التاريخ ليس فقط أقشم سدين نحن لو ذهبنا إلى الكتاب لما له من رمزية حقيقة نحن عندما نستحضر في الاجتماعات عند العديد من حتى بعض المثقفين الأتراك ربما لا يدرك هذه المعلومات باعتقاد الجميع بأنه عندما يصبح هناك ضخل هذه المعلومات وطرح نماذج للتداخل القديم والمستمر وأن هذه الحالة هي مرحلة استمرارية لعصور سابقة هل هو التقصير من العرب أم التقصير من الطرف التركي؟ لا ليس التقصير من العرب هي القضية بدأت في القرن التاسع عشر القرن التاسع عشر هو نستطيع أن نطلق عليه قرن القوميات بدأت الشعوب تنكفع على ذاتها وظهر في تركيا تيار قومي يعني الاتحاد والترقي أيضا ظهرت النزع القومية عند العرب وبدأوا ينادون باستقلال بعضهم وجاءت بريطانيا فحاولت أن تزيد هذا لأن الحقيقة أن المئة سنة الأخيرة من التاريخ العربي والعثماني هي شائكة ومتداخلة وتحتاج إلى دراسة متأنية لكن هي هذه المرحلة هي التي بدأت بفصل العرب عن الأتراك وفصل الأتراك عن غيرهم يعني ليس فقط فصل العرب عن الأتراك يعني الآن مثلا عندما يتحدثون عن مشكلات بين العرب والأتراك لكنهم لا يتحدثون عن مشكلات بين الأتراك وبين المسلمين في البلقان مثلا أو بين الأتراك والأذربيجان يعني حاولت فصل وعزل نعم هي عزلة الجميع نحن نرجو بأن تكون مثل هذه الدراسات التي قمتم بها أستاذي ترجمة للغات وجودكم أنتم ربما في ندوات في محاضرات ظهوركم ربما على وسائل الإعلام التركية وبث مثل هذه المعلومات ضروري حقيقة لردم هذه الفجوة أستاذ عامر خطاب لأن حقيقة سرقنا الوقت أستميحك عدرا أسمح لي أن أشكر أيضا مكتبة الأسرة العربية الذين احطاموا بنشر هذه الرسالة وإن شاء الله يستفيد منها الجميع أستاذ عامر خطاب الباحث في التربية الإسلامية شكرا جزيلا نعود بعده وإليكم حياكم الله يبقوا معنا التمييز في النجاح التمييز